اشتركوا في القناة منظومة التأمين الصحي والمسجلين اللي منهم بنتكلم على خمسين ألف طفل من معنيين بان احنا ناخد بالنا منهم سواء من خلال التصقيف أو العلاج ده بيقول ان احنا امام يعني شيء مهم جدا الدولة المصرية هتمت بيه سواء من خلال المبادرات الرئاسية واشارهم 100 مليون صحة اللي قدرت انها تساعد كثير من الحالات سواء بالاكتشاف المبكر او التعامل مع المرض المرض يمكن يبين ان هو من امراض الخطيرة من الامراض الغير سارية الخطيرة لكن في نفس التوقيت هو يمكن تجنبه ويمكن التعامل معاه ويمكن الانسان يعيش حياة بجودة عالية جدا مدى حياته بدون تأثير لكن بيتبقى دايما التحدي هو المؤسسات الصحية في الدول اللي تقدر انها تعلم وتصقف وتوعي الاسرة والطفل والكبار والصغار بهذا المرض حتى يمكن تجنب اثاره القصية على القلب او على ضغط الدم او على الفشل الكلوي وما شابه ذلك ويمكن الدولة المصرية اهتمت بالامراض الغير سارية بشكل عام اللي بنضمنها ملف السكري بشكل خاص الشركة اللي احنا في صدد التعاون معاه الحقيقة نوفو نوردسك تعاونت مع وزارة الصحة والسكان منذ زمن طويل يعني نقدر نعد ان هناك براكز تم انشاءها مركز تميز لخدمة المرضى في اماكن احنا كنا شايفين انها اكتر احتياجا انا بكلم على المستشفى الممصريين مثلا سنة 2015 مركز نموزاجي في الاسماعيلية في 2016 ايضا مركز نموزاجي لعلاج الهيموفيليا ومشاكل النمو بالهيئة العامة التمين الصحي في 2018 وامثلة كثيرة زي النموزاج بالامرية ايضا الخاص بالهيئة هامة تأمين الصحي اذا احنا امام مشاركة هامة جدا ما بين القطاع الخاص بتمثل في شركة نوفو نوردسك وبين مزارة الصحة بتمثلة مرة في الهيئة العامة التأمين الصحي لكن مرات أخرى من خلال هيئة رعاية الصحية ومن خلال هيئة الدواء المصرية وده الحقيقة مش غريب على شركة بتتحكم في تقريبا أكتر من 50% من علاج مرض السكري على مستوى العالم فأنا يمكن في الاستراحة كنا بنتكلم على أن احنا نتوقع من الشركة دعم أكتر في مجال الأبحاث العلمية لهذا المرض لأنه ممكن يكون مع مرور الوقت الخصائص الجينية للدول بتختلف ومع تطور العلوم ودخلها في عصر البرسوناليزد مادسين والبرسيجن مادسين هنبقى محتاجين وهم محتاجين زينا بالضبط أن احنا نتعرف على التركيبة الجينية للمجتمع المصري والوسائل البيئية التي تؤدي إلى ظهور مرض السكري لأنه ليس بالضرورة أن مرض السكري المصاب في اليابان يتعالج بنفس الطريقة زي المصاب في مصر ومن هنا ستبقى على مدار الأزمنة القادمة ستظهر فكرة الأبحاث العلمية الإكلينيكية المتعلقة بالدول بعينها أو بجينات بعينها فالذكر الدكتور ضاحي الحقيقة من المبادرات وماذا تم من خلال وزارة الصحة للتعامل مع هذا الموضوع من إجراءات سواء في عيادات التيمين الصحي للكشف والتشخيص أو لتوفير الإعلاجات هامة جدا وحديثة جدا مش بس من شركة نوفو نوردسك لكن من جميع الشركات اللي على مستوى العالم وأيضا أن احنا نصل إلى صناعة إنسولين في مصر حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي وده حصل بالفعل وإحنا افتتحنا بعض المصانع بالتعاون أيضا مع شركات عالمية وتوفير أجهزة قياس السكر للأطفال ومعاونتهم سواء ببعض المبادرات في المدرسة أو بعض التسقيف لأسرهم كل دي أمور تدخلنا فيه حاجة مهمة جدا وهي الطب الوقائي والطب اللي احنا بنقدر نبدأ فيه في التعامل مع المرض وتشخيصه قبل حدوث مضعفاته ده الدراسات الاقتصادية بتقول إنه هو أسهل بكتير وأوفر بكتير إن احنا نصرف على التسقيف والتوعية والابتشاف المبكر قبل أن نصل إلى معالجة الأسار الجانبية اللي ممكن تكون خطيرة ومتأخرة فتاني بشكر كل القائمين على هذا العمل الهام وكل المبادرات ونتوقع المزيد إن شاء الله في التعاون في المستقبل شكرا جزيلا